السلام عليكم متابعي براما سبورت رسميا محمود داود لاعبا مع المنتخب السوري يا جماعة سمعت إيريك هلند بنتعمة خالد ستو سورية فممكن كمان نجيب إيريك هلند يا هم لالي والله لنكيف بصراحة يا شباب لهلا أنا ماني مصدق الخبر بس صار لازم نحكي عن هذا الخبر محمود داود مع المنتخب طالما حكى عنه نائب رئيس الاتحاد أو كتب عنه نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم السيد عبد الرحمن الخطيب فخلونا نحكي عن محمود داود كلاعب مع المنتخب السوري قبل ما نفض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل شوف يا صديق العزيز لو تسألني عن محمود داود قبل يوم رح قول صعب يعني من ناحية المحبة أو التمني أكيد بتمنى يلعب مع المنتخب نحنا أساسا كنا منتمنى يلعب مع المنتخب من الأيام لما كان مع بوروسيا منشنجلادبخ وكنا دائما عم بنطالب بمحمود داود مع المنتخب وبعد انتقل لبوروسيا دورتموند ومن بوروسيا دورتموند إلى برايتون وحاليا مع شتودغارد فالموضوع معنو وليد اللحظة يعني نحنا معنا نحكي عن ملف لاعب له أعام تعرفنا عليه محمود داود أشهر من نار على العلم فهون بطبيعة الحال لازم تتشكر السيد فراس المعلى والسيد عبد الرحمن الخطيب وأكيد السيد صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم على الشغل اللي يشتغلوه بملف محمود داود الملف الأصعب بتاريخ الكرة السورية فيما يتعلق بالمحترفين لأن الموضوع يكمن صعوبته بأن اللاعب لعب مع المنتخب الألماني عدة مباريات دولية اللاعب كان عنده انتظار ممكن للمنتخب الألماني حتى أكتر من المنتخب السوري اللاعب كان عنده قرار مبدئي حول اللعب مع منتخب ألمانيا وكل هاي الأمور كانت تتعلق بصعوب التواجد مع منتخب سوريا لكن هذا الملف الحمد لله تم حله بطريقة الحالة المباريات الدولية تم التواصل مع الفيفا الموضوع يتعلق بثلاث مباريات دولية مع منتخب ألمانيا وفيه قانون جديد فيه تسهيل لموضوع اللاعب اللي عنده جنسية أخرى واللي لعبان مباريات مع المنتخب الألماني أو أي منتخب آخر وبعدها بده يغير المنتخب فيه تسهيل بقوانين الفيفا لذلك الأمور بخير فيما يتعلق بتواجد محمود داود مع المنتخب لن يتم الإعلان عن ضمه لأي قائمة من قائمة المنتخب إلا بعد الموافقة من الفيفا يعني هذا الأمر المهم جداً فبالتالي هذا الملف تسكر إن شاء الله بتواجد محمود داود مع المنتخب وأنا هون يا جماعة أكيد ما رح أجي أحكي لك عن مهارات اللاعب وفنيات اللاعب يعني اللي ما بيعرف محمود داود فالموضوع صعب خلي يتعرف عليه مع المنتخب أو بالأيام الجاية بالدوري الألماني مع نادي شتودغارد محمود داود معروف وبالتالي أكيد ما رح نيجي نحكي مميزاته أو طريقة لعبه ومن هذا الكلام لأنه لعيب وللأسف الشديد يعني بعمره الـ 28 عم نحصل على هذا اللاعب يعني بتذكر لما كنا عم نحكي عن اللاعب بدأنا بمنتديات كورة وحتى بقناة دراما سبورت كان عمره حوالي 21-22 كنا عم نقول اللاعب الشاب نحتاجه لعشر سنوات حاليا يعني للأسف تخيل العمر هيك عم بيمضي وعمر اللاعب 28 سنة على كل حال يعني حتى عمره الـ 28 بهاي الخبرات اللي اكتسبها مع بروسيا دورتموند ومع بروسيا مينشنجلادباخ وبعده بالدور الإنجليزي وهلا حاليا مع شتودغارد ما لازم نحكي بأن ما رح يفيد المنتخب رح يفيد المنتخب على جميع الأصعد يعني محمود داود نقلة نوعية هو أفضل لاعب محترف تم استقطابه إلى المنتخب الأول يعني هذا الشيء لازم تأخده من البديهيات كل لعيب المحترفين اللي ينضموا إلى المنتخب بصف ومحمود داود بصف آخر لأنك أنت عم بتجيب لعب نجم لعب المنتخب الألماني كان عم بيستدعيه بين الفترة والتانية لكن واضح جدا بالفترة الأخيرة مع تولي نايجلزمان وحتى أيام هاينس فليك مدرب منتخب ألمانيا ما كانوا عم بيعتمدوا على محمود داود ولا كانوا عم بيعطوا الفرصة الكافية فهذا الشيء أدى بأن خلاص يعني أنا شايف ما عندي أي أمل مع المنتخب الألماني والمنتخب السوري رايدني وحابب أني أكون موجود وليش لا ممكن إذا لعبت مع منتخب سوريا نتأهل لبطولة كأس العالم وشارك مع منتخب سوريا ببطولة كأس العالم طالما هذا الحلم صعب تحقيقه مع المنتخب الألماني يعني أنا بظن وصل لمرحلة مرحلة الاكتفاء من الانتظار مرحلة أنه شاف السوريين وشاف الاتحاد السوري لكرة القدم والاتحاد الرياضي العام بالأشخاص الموجودين حاليا نعم بيتواصلوا مع اللعب تقريبا بشبه يومي هذا التواصل ناتج بأن نحن عندنا الرغبة أنك تلعب مع منتخبنا فهو شاف هاي الرغبة شاف هذا الحب شاف هذا الإصرار شاف كل هالعوامل لحتى وافق على اللعب مع المنتخب الأول من دون أنك تولي الأهمية لللاعب أكيد ما رح يجي للمنتخب أو تتعامل معه كلاعب عادي أو لاعب غير نجم لا هو نجم فلازم تتعامل معه كنجم هذا الشي بديهي جدا أنك تتواصل مع اللعب وتعطيه كل الأغراءات لحتى يتواجد وأنه نحن منحتاجك هذا الكلام لازم يكون موجود ما في شي اسمه كل اللعبة سواسية النجم لازم تعطيه هذا القدر من المحبة وهذا القدر من الإقناع فأي شي بنعمل لأجل محمود داود أنا معه لأنه رح يعمل نقلة نوعية مع المنتخب هلأ أكيد في ناس رح تقول أو هذا السؤال البديهي نحن مع محمود داود ممكن نتأهل لبطولة كأس العالم بطبيعة الحار رح يكون عامل مساعد أنت عم تلعب عم تحكي عن لعب خط وسط من أهم اللاعبين الموجودين إذا لعب مع المنتخب رح يكون من أهم اللاعبين الموجودين ببطولة أو بالتصفيات الآسيوية من أشهر اللاعبين والتأخل لبطولة كأس العالم رح يكون مع محمود داود أسهل من دون محمود داود هذا كمان الأمر المنطقي اللي يجب أن نحكي عنه إضافة كبيرة فبالتالي نحن ما رح نحكي عن موضوع الإضافة الفنية اللي رح يعملها هذا اللاعب لكن من المهم جدا نعرف ما في شي مضمون ما في شي بتجيبة التأخل لبطولة كأس العالم ليس فقط بموضوع اللاعب الجيد والمدرب الجيد في عوامل عديدة تتعلق بتحضير المنتخب بشكل جيد بالتفاهم بالانسجام كل هاي الأمور مهمة جدا يا جماعة يعني بعطيك مثال بسيط منتخب اليابان وصل لبطولة كأس آسيا عنده 40 لاعب محترف خارج الدور الياباني 40 لاعب محترف والمنتخب الياباني أنتو تعرفوه من ناحية النتائج ومن ناحية القوة وببطولة كأس العالم شو عمل لكن لما واجه منتخب العراق اللي أساسا الغالبية العظمة من اللاعبت ومن الدور العراقي تعرض للخسارة وبعدها تعرض للخسارة أمام منتخب إيران فبالتالي يا جماعة ما في شي اسمه نحن ضمننا ما في شي اسمه مضمون أنا ما بدي أعطيك جرعة من التشاؤم لكن أنا بحكي لك عن من المهم جدا أنه مو بس نجيب هاللاعبين بقدر ما نأمن لهاللاعبين مباريات نأمن لهاللاعبين الانسجام نأمن لهاللاعبين كل الظروف اللي تخلي منتخبنا يتأهل وبالتالي أنت ممكن تجيب كل هالنجوم وتخسر قدام منتخب البحرين اللي ما عنده أي لاعب محترف أو قدام منتخب عمان اللي ما عنده أي لاعب محترف إذا كان منتخب عمان ومنتخب البحرين متحضر أكتر منك وإذا كان جاهز أكتر منك ومنسجم أكتر منك فالموضوع لا يتعلق بلاعب أو لاعبين الموضوع يتعلق بالتحضير الجيد بخطة المدرب كيف ممكن محمود داود يلعب بخطة هيكتور كوبر ويفيد المنتخب يعني بالنهاية نحن ما رح نحمل المسئولية فقط لللاعبين أو لسوء مستوى لاعب أو شو قدم محمود داود أمام هذا المنتخب أو شو قدم أمام هذا المنتخب رح نحملها لا المنظومة ولا المدرب ولا أكيد بدرجة أقل لللاعبين لكن خطة المدرب لازم تكون جيدة للاعب مثل محمود داود لازم تكون مفيدة للاعب مثل محمود داود أنت جايب محمود داود ليس فقط لحتى يدافع أنت جايب محمود داود لحتى يعطيك الحلول الهجومية حتى يؤدي بالحلول الهجومية بالطريقة اللي أنت رح ترتاح فيها أنا بصراحة شايف خط وسط منتخبنا مكون من خليل الياسو إزاكيل العموة محمود داود أفضل خط وسط بآسيا يعني ما رح نبالغ لا 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 فيه باليابان أقوى من خط وسطنا فيه بكوريا الجنوبية أقوى من خط وسطنا وفيه بمنتخب إيران أقوى من خط وسطنا لكن نحن من أقوى خطوط الوسط بآسيا وحتى فيه يعني بمنتخب السعودية خط وسط قوي جدا لعيبة الهلال والنصر لا تستهنوا بها اللاعبين لا تفكروا من اللاعب عاديين إطلاقا يا جماعة هالمنتخبات كمان عندها لعيبة عم تلعب مع الهلال والنصر والاتحاد وبيشاركوا بدوري عبطال آسيا وعندهم خبرات كافية بقارة آسيا فنحن ما لازم نغتر بقدر ما لازم نشتغلها على التحضير نشتغل ليس فقط بشكل آني بشكل آني يعني أنه إحنا جبناها اللاعبين انتهت مهمتنا لأ أنت مهمتك منتشكرك عليها وببداية الفيديو تشكرنا ولولا شغلة جاد والاحترام لللاعب النجم ما كان رح يجي هذا اللاعب بالمقابل أنت لازم تشتغل للتأخل لكأس العالم أي أن كان المدرب المدرب ممكن يرحل بعض تطفيات كأس العالم فأنت لازم يكون شغلك أساسا لكيف تطور هذا المنتخب وكيف تشتغل على هذا المنتخب لح تصير منتخب متكامل على جميع الأصعدة منتخب يلاقي حلول لما بتكون الحلول غير موجودة منتخب قادر أنه يعمل أي إنجاز من الإنجازات اللي نحن ما حققناها أو ما عملناها سابقا الأمور عم بتصير أسهل يعني بطولة كأس العالم الماضية أو البطولات السابقة التصفيات السابقة كان بيتأهل من قرة آسيا أربع منتخبات ونصف مقعد حاليا أنت بيتمن مقعد ونصف يعني فالأمل أكبر الأمل أكبر جدا أنك تتأهل لبطولة كأس العالم الوضع مختلف تماما عن التصفيات الماضية وقت كل التاريخ يعني تاريخيا صار فيه أمل حتى منتخب مثل الهندي يلعب بكأس العالم حتى منتخب مثل أندونيسيا ممكن يلعب بكأس العالم منتخب مثل فيتنام ممكن يلعب بكأس العالم فالأمور صارت أسهل أنتو بتعرفوا يعني منتخب الأردن اللي وصل للنهائي ما حقا ما وصل لكأس العالم منتخب عمان منتخب البحرين هالمنتخبات كمان عندها نفس الإمكانيات وحتى منتخب العراق والإمارات والكويت مرة واحدة متأهلين لبطولة كأس العالم فكل المنتخبات رح تسعى لهذه البطولة أنها تتأهل للمرة الأولى أو للمرة الثانية المهمة مانا سهلة التحضير مهم جدا بعد مباراة ميانمار لازم نفكر بالمباريات الودية لازم نفكر كيف نستعد بشكل أفضل لمباراة كوريا الشمالية واليابان خلونا نكون متفائلين وعم نفكر فقط حاليا بمباراة ميانمار لكن التفكير المهم بمباراة كوريا الشمالية واليابان هذا كل شي حاب أحكيه أنا مبسوط جدا بهذا الانضمام هذا الانضمام هو الخطوة الأولى لتحسين المنتخب لحتى نكون من ضمن أفضل 10 منتخبات آسيوية بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة